شاهدنا ننتقل بكم إلى المركز الوطن للأزمات ومع هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء أخوات والأخوة الأعزاء بموجب أحكام المادة 124 من الدستور وبناء على صدور الإرادة الملكية السامية قبل قليل ونظرا لوجود ظرف استثنائي يتطلب توفير أداء للحكومة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين أعلن تفعيل قانون الدفاع الأخوات والأخوة أؤكد هنا أن حقوقكم كمواطنين الحقوق السياسية محفوظة وحقكم في التعبير عن آرائكم وحقكم في ملكيتكم الخاصة كل هذه الحقوق لن تمس وأؤكد أيضا أن حق الحياة وصحة الأردنيين هو حق مقدس يتقدم على سائر الحقوق وبالتالي يجب التفريق بين حق التعبير عن الرأي وهو مصان وبين نشر الإشاعات والإفتراءات والأخبار الكاذبة التي من شأنها بث حالة الهلع وسنتعامل مع هذا الأمر بكل حزب وأؤكد هنا أن قانون الدفاع كما ورد في التوجيهات الملكية في الرسالة الملكية السامية للحكومة سيتم تطبيقه في أضيق الحدود فالحكومة لن تمس الملكية الخاصة فالإمكانيات الرسمية تفي الحاجة والحمد لله وأوامر الدفاع التي سأقوم بإصدارها ستكون لحماية صحتكم وأمنكم فقط لا غير وإن فاذ هذا القانون سيكون في سبيل ذلك والحكومة في إجراءاتها سترتكز إلى القوانين النافذة وسيتخذ مجلس الوزراء القرارات بموجبها وفي حال لم تسعف هذه القوانين الحكومة باتخاذ القرارات اللازمة لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني أو في حال عدم التزام المواطنين والمقيمين في المملكة بالتدابير التي تقررها الحكومة سأقوم باتخاذ أوامر الدفاع اللازمة في حينه وسنعمل على وضع إجراءات وقرارات من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين وضمان ديمومة تقديم الخدمات الأساسية كما ستتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية من شأنها التخفيف على القطاع الخاص ومؤسساته لمساعدته على تجاوز هذه الأزمة شاكراً للجميع التزامهم في سبيل حماية الوطن وسلامة المواطنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته